السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم السبت 24 حزيران يونيو طبعا اليوم في عنا ثلاث زوايا جديدة بطيئة ظهرت على الساحة اليوم القمر موجود في برج العذراء في دعم في مكاسب وفي بعض التحذيرات البسيطة اللي لازم ننتبه منها القمر الآن موجود في برج العذراء ورح يظل في العذراء لغاية مساء يوم الغد الأحد طبعا هو الآن موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج موعد بث الحلقة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة اللي هو مساء يوم الجمعة لغاية الساعة 7 و16 دقيقة من مساء يوم الجمعة يعني من موعد بث الحلقة خمس ساعات بعدها بده ينتقل القمر لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة يعني تعتبر للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و14 دقيقة من مساء اليوم السب يعني منقدر نحكي أنه أغلب اليوم رح يكون القمر في منزلة السماك الأعزل القمر موجود في العذراء ويعني منعود لطبيعتنا الجادة جميع الأبراج مننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمرين الرياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة أو شاردة دون تفاحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام نشعر أن الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين وشرب الكحوليات بوسع نقتناء حيوان أليف مطالعة كتاب مفيد البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا ذكرت أنا أنه في ثلاث زوايا جديدة رح تظهر على الساحة أول زاوية رح تكون اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي طبعا تأثيراتها من اليوم 24-6 ليوم 8-7 ذروتها يوم 1-7 الساعة 5 وخمس دقائق صباحا هاي الزاوية بتعزز قدراتنا الفكرية بتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب بتعذر علينا فهمه بيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفرية ضرورية والاهتمام أكثر بالتكنولوجيا يجب برضو بتجلبنا نوع من أنواع الحيوية والنشاط وبتزيد من قدراتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات النجاح الأدبي المشاريع الحالية برضو بتتركز جهودنا على هدف محدد ولكن هذا الاتصال يعني شوي ممكن يعمل بعض المشاكل في علاقات الصداقة أو بعلاقات العلاقات الزوجية مشاحنات أو اللي هو اللي بده يفرض رأيه على الطرف الآخر والتزمت بالرأي والانفعال المبالغ فيه طبعا هذا برضو يهايي بتدل على النشاط أكبر وأكثر بصير في الميدان الإعلامي والصحف وأعمال وإنجازات الحكومة أو الملك أو الرئيس برضو بتقوم الحكومة في هاي الفترة بإجراء اتصالات أو مفاوضات أو شركات أو اتفاقيات مع بعض الدول والاهتمام المتزايد للحكومة بميدان التعليم والتدريس وتطويره ومحو الأمي والاهتمام بشؤون الشبيبة هاي فترة بتشهد كذلك حركة أكبر لشبكات اللي إلها علاقة بالطرقات وسائل النقل والمؤصلات ورواج أكبر لقطاع النشر والتأليف والمعلوميات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي تأثيراتها من اليوم 24 ستة ليوم ثمانية سبعة طبعا هاي الزاوية ذروتها برضو يوم واحد سبعة ساعة عشر وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا بتمنحنا ثقة بالنفس التسامح من ميل لحسن التصرف وهذا الاتصال بجلب حظ ونجاح وإمكانية إنه يكون دور اجتماعي مهم برضو ممكن نحقق من خلال هاي الزاوية تقدم في حياتنا المهنية أو المادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة دوليا طبعا هاي لها علاقة بالتجارة شوي والقرارات السيادية برضو على المستوى التجاري أو حل بعض الأزمات المالية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس طبعا هاي الزاوية برضو من اليوم 24 ستة ليوم 14 سبعة ذروتها يوم 2 سبعة ساعة 22 و33 دقيقة عصرا هاي الزاوية خطيرة جدا ولازم تنتبه منها لأنها بتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بإنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع هاي فترة غير مناسبة لطرح الانتاجات الفنية للأسواق لأنها ممكن تلاقي فشل أو عقبات غير متوقعة وربما تتعرض بعض الشخصيات اللي إلها علاقة بالمجال الفني للحظر أو الأغاني أو الانتاجات تتعرض للحظر بسبب أشياء يعني بتكون مخالفة يستحسن تجنب إقامة الحفلات والسهرات في هاي الفترة لاحتمال فشلها وقوع حوادث غير متوقعة يكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث تفسد أخلاق الناس بسبب الانحلال الخلقي والتحرر بمعنى السلبي كذلك من الأفضل تجنب الاستثمارات في هاي الفترة لأن البنوك والمؤسسات المالية ممكن يصير فيها نوع من أنواع التراجع المفاجئ في المداخل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين عطارد وبين نبتون وهاي تاثراتها ون من يوم 23.6 إلى يوم 28.6 ذروتها يوم 25.6.35 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتعمل عنا صعوبات في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم ممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك برضو ممكن نتعرض أو ممكن نرتكب الأخطاء في أحكامنا وهذا شيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل تجعلنا نرتكب أخطاء في أحكامنا وبتعرضنا للخيبات أهم شيء أنه ما تحاولوا أن تراجعوا وضعيتكم بهاي الفترة لأنكم ما رح تقدروا تتوصلوا لشيء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل هاي الزاوية تأثيراتها من يوم 21 ستة ليوم ستة سبعة طبعا ذروتها يوم 29 ستة ساعة وحدة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج الزاوية هاي بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية وتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب برضو بتساعدنا على النجاح وبالبدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن أن نحقق نجاح في العمل وعلاقات جيدة مع الآباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وهذه تأثيراتها من يوم 11-6 ليوم 26-6 طبعاً هاي الزاوية بتجعل بعض الأشخاص يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع من مين لتتبع أحلام ومشاريع خيالية بتعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والاضطراب من مين لحل مشاكلنا باللجوء للكحوليات أو الأدوية بمقدرات وممكن نتعرض لوعكات صحية غامضة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 14-7 طبعاً ذروتها كانت يوم 19-6 بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي ممكن نحصل على ترقية أو على مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن في برضو سعادة مادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واغتناء ملك عقاري تأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا إلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين أورانوس هاي الزاوية وإنها خطيرة جداً تأثيراتها بدأت من يوم 17-6 ومستمرة ليوم 5-7 ذروتها يوم 26-6 الساعة 9 و22 دقيقة صباحاً هاي بتخلي في عنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا تجعلنا غريبين الأطوار وعنيفين بتسببنا شقاقات عاطفية البعض ممكن يشتكي من تقلب في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة لها علاقة بالزلازل والعواصف والتفجيرات والتقلبات والانقلابات والتآمر على القادة والمظاهرات والأشياء اللي من هذا القبيل بالنسبة للزاوية اللي اليوم ذروتها أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس طبعاً هاي الزاوية الآن موعد بث الحلقة بتتشكل بشكل قوي يعني تأثيراتها من الآن نحسب إنها مستمرة من موعد بث الحلقة ولغاية صباح يوم الزب منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقاء بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل هاي ذروتها ساعة وحدة وسبع دقائق من صباح اليوم السبت تبدأ تأثيراتها برضو من الآن موعد بث الحلقة حتى عصر يوم السبت من واجه مصاعب وعرقيل بتتطلب مننا إننا نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر يجب أهاي بتجعل عزيمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للإكتئاب أو للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي ذروتها ساعة وثلاثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم السبت برضو تأثيراتها بتبدأ من الآن وبتستمر حتى مساء يوم السبت منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا منحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية ابتمنحنا العطف والمودة من أحضاب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما بتساعدنا بالتعرف على أشخاص ذوي نفود وبتمنحنا تقدير رؤسائنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هذه الزاوية طبعا ذروتها صباح يوم الأحد الساعة خمسة واثنين وخمسين دقيقة من صباح الأحد ولكن تأثيراتها بتبدأ من مغرب يوم السبت وحتى مساء يوم الأحد لازم نذكرها عشان ساعات المساء مساء يوم السبت بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي، الـ 12، المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين عشان هيك هذا اليوم جيد للعمليات الجراحية الصغرى لهاي الأعضاء عمليات كبرى ما بنصح فيها أرغم أنه ما فيه أي مخاطر لأنه المريخ ما بشكل زوايا حادة جداً مع القمر يوصى بإجراء عمليات جراحية لها علاقة بالتجميل والحقن والجراحة ما فيه أي مشكلة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذرة معناة خلو المسار القادم بيكون الساعة عشر وثلاثة وعشرين دقيقة من مساء يوم الأحد بيبدأ وبيستمر حتى تمام الساعة عشر وستة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء الأحد يعني مدة تقريباً بحدود النصف ساعة لا يستقر القمر بعديها لا في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره ستة أيام في تمام الساعة سبعة وخمس وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش منبدأ باليوم السابع نسبة الإضاءة في نهاية يوم الأحد سبعة وثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمس وثمانين في المية الآن في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في العذراء حتى يوم خمس وعشرين ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة خمس واربعين في المية ساعات المساء بصير سعيد بنسبة خمسة في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم 27 ستة سعيد بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 10% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 25% المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% وزحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعاً اللي وصل معنا لهون ياريت ما تنسوا الاشتراك لايك كومنت شير إذا حبيته وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم بيتكو تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم يعني هو القمر ما هو في البيت السادس يعني عملوا صحة اليوم أكثر التركيز رح يكون على هذا الموضوع إيجاباً أو سلباً حاولوا أنه اليوم تجدوا الحلول وتعلجوا المسائل الطارئة وتتوصلوا لاتفاق بينفعكم على مستوى العمل ابحثوا عن حليف أو عن دعم وتجنبوا الإساءة لأصدقائكم أو شركائكم وحذروا من التراجع الصحي اللي بيشعر بشيء غير اعتيادي يراجع الطبيب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً اليوم الطاقة عالية جداً اليوم القمر في البيت الخامس هنا تصير رغبتكم قوي جداً بالتقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بيحيطك الفلك بالحيوية والحماسة وعندك قدرة لمتابعة كل المساعي أو التحرك بكل الاتجاهات وللتواصل مع المحيط برضو يوم ممتاز جداً لممارسة هواية أو تجميل أو تغيير مظهرك أو لباسك أو هندامك وحتى على المستوى العاطفي يعني يعتبر يوم من أفضل أيام الشهر أو فرهة حظاً بتشعر بالطمأنينة والراحة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً اليوم بتنشغله بأمور لها علاقة بالبيت والعائلة يعني هذا التركيز الأهم رح يكون عندكم فعشان هيك بصير في نوع من أنواع التنظيم بالأمور البيتية والعائلية بوسعكوا إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تهتموا بمناسبة بمشتريات بلقاءات عائلية أو تواصل عائلي أو حتى اهتمام بدكور أو حتى أعمال منزلية أو مناسبة مثلاً وبتشعروا ببعض الحزن والتعب بوقت معين من هذا النهار وخصوصاً هي فترة ساعات الظهر وممكن تبحث عن ملاذ آمن أو يعني تعتزل لوحدك هيك تبعد عن الناس أهمش أنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك تلمس توتر على صعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات أثناء قيادة السيارة داخل المدن صحيح أنه عطارت بشكل زوايا إيجابية ولكن زاوية الاقتران عادةً بتعمل نوع من أنواع المفاجآت فعشان هيك حبيت أحذر من هاي النقطة اللي عندهم امتحانات مدرسية للثانوية العامة هدولا بدهم يركزوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحظ رغم أنه عندهم قدرة على الدراسة والاستيعاب والنشاط والحيوية ولكن لأنه الشمس لسه ما وصلت لدرجتهم حبيت أنبه لهاي النقطة عدم الاعتماد على الحضوض وما تشتتوا مخكم بأشياء ما في منها فايدة عندكوا قدرة على الإقناع والحوارات والنقاشات وعلى المستوى العاطفي حتى على مستوى الاتصالات والمواصلات نشاطك عالي جدا رح يكون هذا اليوم كثير من موليد برج السرطان رح يقوموا بزيارات أو يلاحقوا أعمال ملحة وضرورية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتكوا تخففوا من نفقاتكم قدر المستطاع حاولوا أنك تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية احرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم شيء أنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذروا أموالكم وكونوا عاقلين ومتيقذين قبل التوقيع على العقود وحددوا أهدافكم اليوم يعني من تحت الأرض رح يطلع لك مصاريف والالتزامات وحاجة مادية فحاول قدر الإمكان تكون يقد تماما وما تغامر ولا تجازف بأي أمر مالي دون دراسته واتمع عن فيه بشكل جيد وابعد عن نزوات التسوق برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرها على السيطرة على زمام الأمور بتكونوا مميزين بأداءكم وهي فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ممكن تطرحوا أفكار جديدة أو تجتهدوا على إنجاح مشروع جديد في حماسة ووضوح في الأفكار الطاقة ممتازة جدا حيويتكم يعني حتى مرغوبين من الجنس الآخر ولكن لا تخلي تقلب المزاج يأثر عليك والتسرع بكلمات ممكن تكون يعني تعمل فارق كبير بهاي الإيجابية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم الانتباه أكثر لصحتكم بيسيطر عليكم التعب الشديد طبعا اليوم وبكرة لأنه القمر موجود في بيت المتاعب ممكن تفكروا في إلغاء الموعيد أو الإبتعاد عن الأضواء أو حتى تشعر بالوهن التعب تقلب مزاج فحاول أنك تحمي نفسك من المحتالين بتهدأ وطيرتك وبتتراجع الأرباح والحيوية خلال هذا اليوم هي فترة محبطة ومخيبة للآمال فلا تعتمد عليها نهائيا وحاول أنك ما تتخذ أي قرار حاسم وما تتسرع بردات فعلك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة حاولوا أنكم ما تبقوا وحدين بل سارعوا للمشاركة بأي مجال اجتماعي لأنه اليوم كل المكاسب هي من علاقاتكم الاجتماعية ومعارفكم وحاول أنك تلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك ابتتمتع اليوم بحضور لافت وشعبية وواسعة ورؤية واضحة ما بجوز تجنب اتخاذ قرارات اليوم إذا دارس الموضوع بشكل جيد حاول أنك تتخذ خطوة بالاتجاه المناسب الأجواء ممتازة وواعدة بكثير من الأخبار ودعم وتحالف ما بينك وبين الأصدقاء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل اليوم وتعزيز العلاقة مع المسؤولين هذا اليوم مناسب جدا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل بس حاولوا أنكم ما تجازفوا بسمعتكم لأنه هذا بيت السمعة فحاول أنك تبعد عن أي شيء ممكن يشوه سمعتك أو يجيب لك وجع راس وحتى برضو حاول أنك ما تغامر باستقرار وظيفتك بأنك تتدخل بأشياء ما بتعنيك أو حتى أنك تتغيب تتأخر تتهمل بدوامك اتجنب التصرفات الارتجالية يعني كل شيء اليوم لازم يكون مدروس ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر نظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل وما في داعي للمغامرات والمجازفات اليوم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات والتعامل مع أجانب برضو على مستوى المراكز التعليمية أو المؤسسات التعليمية ممتازة جدا حتى على مستوى الامتحانات الجامعية كونوا أكثر وعيا بس على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن في عندك اليوم اندفاع وحماس ونشاط رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك لأنه عندك حيوية فائضة وطاقة رائعة جدا بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك وهي فترة إيجابية جدا فحاول إنك ما تضيع عليك الفرص برضو اليوم هذا مناسب للأوراق والمعاملات القانونية وحتى أمور إلها علاقة بالسفارات أو السفر أو الهجرة برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا اليوم التركيز رح يكون على الأموال المشتركة أي شيء له علاقة بمال في شريك معك فيه معناته اليوم رح يتركز عليه بنك ضريبة ميراث ديون مال الزوج هاي كلها أموال مشتركة فعشان هيك اليوم رح تدفع حصل حسابات المالية المشتركة أهم إشي أنك تخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أو الاهتمام حاول إنك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناء عن فرض الرأي أو التسلط به ابحثوا عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهملوا ملف ولا قضية ورح يكون لكم بعض الاهتمامات ببعض المسائل العائلية اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر رح يتواجد مقابلك تماما خلال هذا اليوم ولكن لسه ما شكل الزاوية مع نبتون فعشان هيك بيظل في قوة إيجابية فممكن تركز جهدك حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعك بشركائك سواء بالعمل أو العاطف أو تعزيز العلاقة أو مصالحة أو مكاشفة أو اتفاق ولكن حاول أنك تكون مرن وبدون عصبية كون عقلاني وهادئ جدا وسيطر على انفعالاتك بدك تكون أكثر تفهم لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات يعني في نوع من أنواع الضغط ولكن بدك تكابر على نفسك عشان تمشي هاي الفترة بدون أي صدامات أو أي مشاكل طبعا يا ريت اللي ما حط لايك أو ديس لايك أو كومنت أو شير أو مير فير أي إشي من هدول الكبسات اللي تحت ينزل يكبس عليهم ولكن الكبستين هدول اللي لهم علاقة بالدعم الغليام بطلنا نحكي عنهم وما تكبسوش عليهم بس يعني لايك كومنت أي إشي من هدول الأشياء الكبسات الثانية يعني لا بتكهرب ولا بتعمل أي إشي اليوم ما في كهرباء فيهم في شخص مرة قلت يعني اكبس عليها ما رح تتكهرب بقولك كيف يعني ما رح تتكهرب يعني اكبس عليها يعني بمعنى آخر اكبس بس بمزح أنا بضحك بانكت جوك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم ديا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه